اشتركوا في القناة وإذا خذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله بالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون تقدم الكلام على صدر هذه الآية وأنها وصية من الله وتذكير لبني إسرائيل في أخذ المواثيق عليهم وأنهم قوم قسات وأنهم قوم عتات لا يستجيبون إلا بالمواثيق والمواثيق المغلوة وقد لا يستجيبون لها وقد تنزل الآيات الكونية التي يذعنون لها خوفا من أن يهركهم الله سبحانه وتعالى كما تقدم في قوله سبحانه وتعالى وإذن تقنى الجبل فوقهم كأنه ظله وأن الله سبحانه وتعالى لم يكلفهم ما فيه عنتهم وشدتهم بل سبحانه وتعالى كلفهم بما يوافق فطرتهم وأن هذه التكاليف جاءت بها الشريعة هذه التكاليف توافق الفطر هذه التكاليف توافق الفطر واتفقت عليها الملن والشرائع وأنها أمور تدعو إليها النفوس وتأنس لها القلوب ولهذا كلها من أنواع الإحسان وعلى رأسها توحيد الله سبحانه وتعالى وهو أعظم الإحسان وبه تطيب جميع الأعمال وبه تزكو جميع الأعمال لا تزكو الأعمال كلها المالية والبدنية إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى وكلما كان التوحيد زاكيا وكان خالصا كان العمل المترتب على ذلك زاكيا مثمرا طيبا سواء كان عملا بدنيا أو ماليا أو مركبا منهما وبه تقبل النهوس وتقبل القلوب لأنه يعمل وقلبه معلق بالآخرة وله سبق ما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور العظيمة والتي هي وصايا في عمل الخير والإحسان للقريب والبعيد لأن اليتامة سواء كانوا قريبين أو بعيدين لأنه علقه بوصف اليتم وعلق أيضا الإحسان بوصف المسكنة فليس مجرد ليس هذا الوصف مقيدا بكونه قريب أو بينك وبينه جوار أو نحو ذلك بل بوصف المسكنة ولهذا قال وبالوالدين إحسانا وذي القربة واليتامة والمساكين وجاءت الأدلة في فضل الإحسان إلى اليتيم وفضل كفالة اليتيم وأن هذه الكفالة من أعظم أسباب تزكية نفسه ومن أعظم أسباب استقامته على توحيد الله لأن الذي يحسن إليه يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى يحسن إليه لأنه أحسن في توحيده لله وهذا له أثره العظيم على اليتين أثره العظيم على المسكين أثره العظيم على القرابات ثم كما تقدم قال سبحانه قولا عاما وقولوا للناس حسنا جميع الناس قولوا القول الحسن قولوا القول الطيب وتقدم الإشارة إلى هذا وأن هذه الأمة أمرت بالقول الأحسن وقل لعبادي يقول التي هي أحسن حتى إن الشيطان ينزغ به إن الشيطان كالإنسان عدو مبين حتى يكون من أعظم الأسباب في ردع نزغ الشيطان وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم لكن حين تقول القول الحسن تفوت على الشيطان نزغه وتضليله لماذا؟ لأنك تصرعه ولأن القول الحسن ضد الشدة والقوة في القول كما قال عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب حين يملك نفسه هذا عمل حسن تصرع شيطانك وتحسن إلى إخوانك وأول ما تحسن إلى نفسك وقولوا للناس حسن لجميع الناس هكذا أهل الإسلام يحبون الخير لجميع الناس للقريب والبعيد للمسلم والكافر ومن كان بغد ذلك فهو إما ضد للإسلام ودين الإسلام فليس من أهل الإسلام أو أنه أخل بخصلة من خصال الإسلام فلهذا يقول القول الحسن يقول القول الحسن وهذا من أحسن الناس إسلاما ومن أحسن الناس دينا حين يقول القول الحسن ولهذا قال وقولوا للناس حسنا قولوا للناس حسنا ولهذا أمر بذل السلام وإساعة السلام عند اللقاء وعند الفراق عند دخول البيت وعند الخروج من البيت اشرعوا الذكر عند دخول المساجد وحين تنتهي إلى المجلس إلى إخوانك إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم وإذا قام فليسلم فليس الأولى بأحق من الآخرة هذا هو دين الإسلام دين السلام دين الخير وقولوا للناس حسنا وهذا القول الحسن من أعظم المعينات على عمل الصالحات ولهذا قال وأقيم الصلاة لم يقل أد الصلاة حين تقول القول الحسن فإنك تقيم الصلاة إقامتها أداؤها بأركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها الله سبحانه وتعالى يأمر بإقامة الصلاة وقال سبحانه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وضد ذلك المعروف والقول الحسن عند إقامة الصلاة ولهذا قال وأقيم الصلاة فالذي يصلي صلاة يقيمها تعينه على القول الحسن والقول الطيب وأقيم الصلاة أيضا قول الحسن من أعظم أسباب بذل النفع فيكون باذلا نفسه في أداء العبادات القاصرة وباذلا نفسه في العبادات المتعدية العبادة المالية وآتوا الزكاة والزكاة تفاصيلها كثيرة والله سبحانه وتعالى فرض القليل في القليل فرض القليل في القليل ليس في كل مال إنما في أموال مخصوصة بنسب مخصوصة ثم هذه الزكاة من أعظم أسباب النماء والطهر ثم توليتم لكن يعني بعد هذه الوصايا وبعد المواثيق التي أخذت عليكم هل التجمتم هل استقمتم لا لم ينفع مع أن أخذت المواثيق المغلظة وهل يحتاج العبد في عبادة ربه أن تأخذ عليه المواثيق لا يحتاج إلى ذلك لكن هذه النفوس وهذه الطباع القاسية الشديدة بنيت على كثير من الغدر في كثير منهم والمكر ثم توليتم استرحة جزاك الله خير لا تخطى الحلقة جزاك الله خير ثم توليتم ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون توليتم تولي يكون يتولى ببدنه يتولى يتولى ببدنه لكن لا يلزم من تولي البدن أن يعرض بقلبه قال سبحانه ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال هو حين قابل العدو رامنا المصلحة أن يتولى ويرجع لكن سوف يكر على العدو فهو لم يعرض إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة في مصلحة الجهاد والمجاهدين كذلك التولي هنا ولهذا قيده سبحانه وتعالى هذا الفاعل فاعل التولي وهو التاء لأن توليتم فاعلها التاء إلا قليلا منكم استثنى من الفاعل القليل ولهذا قال إلا قليلا منكم يعني لم يتولوا ثم جاء حال قيدا لهذا التولي قال وأنتم معرضون أنتم هذه وأنتم معرضون جملة من جملة اسمية من مبتدى وخبر أنتم مبتدى ومعرضون خبر وجملة المبتدى والخبر في محل نصب حال من الفاعل وهو التاء في هذا القيد يكون التولي توليتم وأنتم معرضون والله سبحانه وتعالى ذكر وصائل ذكر ذلك قال وعبد الله ولا تشرك بي شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القرب واليتام والمساكين والجار ذي القرب والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل هذا ذكر سبحانه وتعالى في سورة النساء كما ذكر هذه الوصايا وهذه الأمور من الإحسان لعظمها وأهميتها ثم هم أيضا وقعوا في أنواع من الانحراف والضلال فقال سبحانه وتعالى بعد ذلك وإذ أخذنا ميثاق وإذ أخذنا ميثاقكم يعني كل أمرهم لا يكون إلا مع المواثيق وإذ أخذنا ميثاقكم وتقدم قبلها كما تقدم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ثم قال وإي أخذنا ميثاقكم يعود إلى بني إسرائيل وإذ أخذنا أخذنا مثل ما تقدم في أخذنا هذا الفعل الماضي وفاعله والفعل الماضي يقترن به ناء الفاعلين وناء المفعولين والفعل المضار وفعل الأمر لا تقترن به ناء الفاعلين إنما تقترن به ناء المفعولين أما فعل الماضي تقول أخذنا وأخذنا أكرمنا هذه ناء الفاعلين وأكرمنا ناء المفعولين أما الفعل الماضي يكرمنا يسمعنا يجمعنا هذه ناء المفعولين فقوله إذ أخذنا ميثاقكم أخذ الله سبحانه وتعالى عليهم الميثاق سبحانه وتعالى أيضا ما هو ذا الميثاق؟ ميثاق عظيم لا تشفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون أخذ الله سبحانه وتعالى عليهم الميثاق بهذا وأصل هذا كما ذكر العلماء أن اليهود كانوا في المدينة وكان الأوسو والخجرج هم أهل المدينة قبل إسلامهم وكان اليهود ثلاثة فرق بنو قريضة وبنو قينو قاع والنظير ثلاث فرق فتحالفت قريضة والأوس حالف بنو قريضة الأوس وحالف بنو قينو قاع والنظير الخجرج وقيل إن الذين حالف الخجرج هم بنو قينو قاع والذي حالف الأوس بنو قريضة وبنو قينو قاع المقصود أن اليهود كان بعضهم حلفا للأوس وبعضهم حلفا للخجرج وكان بين الأوس والخجرج قتال وثارات في الجاهلية يقتل بعضهم بعضا جاهلية ويسفق بعضهم دام بعضهم وكان إذا وقع القتال أعانى حلفاء الأوس وهم بنو قريضة حلفاءهم على الخجرج وأعانى يهود بني النظير حلفاءهم من الخجرج على الأوس فيحزن بينهم مقتلة فيقتل اليهودي اليهودي يقتل اليهودي حليف الأوس يقتل اليهودي حليف الخجرج ولهذا قال سبحانه وتعالى وإذا أخذنا ميثاقكم لا تشفكون دماءكم انظر القهو لا تشفكون دماءكم جعل قتل اليهودي لليهودي قتلا لنفسه هذا من أعظم ما يدعو إليه الشرع حتى في الشرع المتقدمة وأن أهل الدين الواحد الصحيح أهل نفس واحدة فمن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا كما في كتاب ربنا سبحانه وتعالى قال سبحانه ولا تقتلوا أنفسكم قال لا تقتلوا أنفسكم يعني في قتله لغيره قتلوا لنفسه وفي قتل نفسك كذلك ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم وكثيرا ما يأتي هذا بذكر الجمع وأن لا تقتلون أنفسكم وأنه حين يقتلوا غيره كأنه قتل نفسه ولهذا قال وإذا خذنا ميثاقكم لا تشفكون دماءكم السفك هو الصب الشديد يعني تقدمون على هذه الأفعال من غير مبالات فيقتلوا اليهودي اليهودي لا تشفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم يعني كانوا إذا انتصر مثلا الأوس وحلفاؤهم على الخزرج وحلفائهم فإن اليهود من بني قريضة يعتدون على اليهود الذين حاله الخزرج فيسبونهم ويأخذون أموالهم ويخرجونهم من بيوتهم يتعدون عليهم ويخرجونهم من بيوتهم والله سبحانه وتعالى أخبع عليهم العهد لا يشفكون دماءهم ولا يخرجون أنفسهم من ديارهم لا تخرجون أنفسكم لا تشفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أيضا لا تشفكون دماءكم قيل فيه كما سيأتي أيضا أنه حين يقتل غيره يقتل غيره فقد يأخذ القاتل فيقاد بالقتيل فيكون كأنه قتل نفسه لأنه آل الأمر إلى أن يقاد بمن قتله أو أنه كما تقدم حين يقتل غيره كأنه قتل نفسه لا تشفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم تخرجون أنفسكم أنفسكم مفعول ماذا؟ تخرجون مع أن خرج متعدي أو لازم؟ ها؟ خرج هل هو فعل متعدي أو لازم؟ لازم طيب شلون نصب أنفسكم؟ أصله خرج نعم هذا ليس ثلاثيا ليس من خرج ما هو؟ فيه همزة التعدية نعم من أخرج الفعل اللازم يعد بطلق كثيرة من أشهرها التعدية تقول خرج الرجل أخرجت الرجل همزة التعدية كرم الرجل أكرمت الرجل همزة التعدية همزة التعدية هذه تعديه إلى المفعول أيضا التعدية تكون بالتضعيف خرج تقول خرجت خرجت كم حرف؟ أربعة المضاعف بحرفين ويكون أيضا بألف المفاعلة خرجت الرجل مثلا حاء مثلا إذا وضعت به الألف وكذلك بحرف الجر مثلا تعديه بحرف الجر وأنواع من التعدية ولها قال ولا تخرجون فتخرجون من الرباع وليس من الثلاث من أخرج المزيد من أخرج ولها قال ولا تخرجون أنفسكم ولهذا ضمت التاء من أخرج يخرجوا ولا تخرجون أنفسكم من دياركم الله سبحانه وتعالى أخذ عليه الميثاق ألا يخرجوا أنفسهم من ديارهم وهم يخرجون أنفسهم من ديارهم خالفوا إذن الميثاق من دياركم الديار لماذا سميت الديار ديار؟ لأن الإنسان يدور فيها أو هي دائرة عليه إما أن يكون هو الدائر أو أن هي الدائرة وأن الإنسان يدور فيها وهي تحيط به وتدور وتدور عليه فسميت دارا ولا تخرجون أنفسكم من دياركم الله أخذ عليكم هذه المواثيق أيضا ثم أنتم أقررتم بهذا وليس مجرد إقرار لا وأنتم تشهدون هذا الإقرار مقيد بواو الحال في جملة وأنتم تشهدون من هذه الجملة الإسمية يعني والحال أنكم تشهدون إقرار مع ماذا مع مشاهدة أعلى أنواع البينات ما هي مشاهدة شاهده يشاهده يعني رآه ولهذا ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم بعد ذلك ازداد غيكم وضلالكم بعد هذه العهود والمواثيق ثم أنتم هؤلاء هؤلاء قيل إنه منادى أصله يا هؤلاء وقيل إن أنتم مبتدأ وهؤلاء خبر ثم أنتم مبتدأ على كل حال والخبر إما أن يكون هؤلاء وإما أن يكون الجملة التي بعده ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم شف تقتلون أنفسكم وذكر في الآية التي قبلها لا تسفكون دماءكم هنا قال ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم جعل قتله جعل قتل اليهودي لليهودي قتلا لنفسه لأنه حين ينتصر أحد الفريقين حلفاء الأوس وحلفاءهم أو الخزرج وحلفاءهم حين ينتصرون فحلفاءهم اليهود يقتلون اليهود من الشق الثاني قال سبحانه ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم والله سبحانه وتعالى نهاءكم عن إخراج أحد منكم ثم ذكر أمرا ثالثا تظاهرون عليهم أصل تتظاهرون يعني تعينون غيركم في حال قتالكم في الجاهلية في في جاهلية الأوس والخزرج أنتم تعينون وتتظاهرون على إخوانكم اليهود بالتظاهر مع الأوس أو مع الخزرج هذا كله قبل الإسلام تظاهرون وقرئ تظاهرون فتظاهرون بحذف إحدى التأين أصلا تتظاهرون فإن قرئ تخفيفا فالمعنى بحذف إحدى التأين وإن قرئ بالتشديد فبإدغام في التأ على قراءة تظاهرون تظاهرون عليهم بالإثم لأنه مخالف للعهد والمواثيق بالإثم والعودوان ثم أنتم تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فأنتم كفرتم بأمور ثلاثة تشكون دماءكم تخرجون أنفسكم من دياركم وتتظاهرون على إخوانكم بالإثم والعودوان ثلاثة أمور أخلفتموها وقد أخذ عليكم العهد والميثاق ألا يشفك بعضكم دم بعض وأن لا يخرج بعضكم بعضا من داره وأن لا يتظاهر على إخوانه بغيره بالإثم والعودوان ثم بعد ذلك إذا انتهت الحروب والقتال قال قال شبحانه عنهم وأن يأتوكم أشارة فادوهم يعني بعد ذلك حين تضع الحرب أو جارها بينكم وبين اليهود من إخوانكم وحلفائهم من الأوس والخزرج تفادون إذا كان هناك أسرع فإنكم تفتكونهم بعدما هدأت الحرب وتبذلون المال لأنه هدأت النفوس وذهب الحرب وصاروا وصاروا يفتكون الأسرع من بني جلدتهم ودينهم قال سبحانه وَأْيَّأْتُوكُمْ أُسَارًا 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 من الإسار جمع أسير وهو من الإسار والإسار ما هو الإسار هو القيد فسمي الأسرع الأسرع أسرع من الإسار وهو القيد لأنهم يقيدون بهذه القيود ومفردها إسار وهو القيد وهو محرم أفتؤمنون وَأْيَّأْتُوكُمْ أُسَارًا تُفَادُوهُمْ وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وهو أنكم تفدونهم من الأسر وتكفروا بعض وهو سفك الدم والإخراج والمظاهرة وهو قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون بعض هذا باطل وإذا كفرتم ببعض أو ببعض فلا ينفعكم لا ينفعكم إيمانكم هذا فما جزاء من يفعل ذلك منكم وهو الإيمان ببعضه والكفر ببعضه إلا خزي وهو الذل والهوان وهكذا جرى عليهم في الحياة الدنيا فجرى على بني قريضة ما جرى حين نقضوا العهد حصلت لهم المقتل المشهورة وبن النظير أجلوا إلى أذرعات الشام وبعض فرضت عليه الجزية فهم لا يخرجون إما أن يقع عليهم القتل بنقضهم العهد والمواثيق ومكرهم وكيدهم للنبي صلى الله عليه وسلم آل الأمر إلى ذلك عاقبة لأفعالهم حين لم يؤمنوا بكتابهم أو أنهم أخرجوا كما أخرجوا قومهم وقتلوا بعضهم كما قتلوا بعضهم فرضت عليهم الجزية كما كانوا يبذونون المال لأجل افتداء فكان الأمر لأجل مخالفتهم أن وقع عليهم ضد ذلك معاقبة لهم بنقيض قصدهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكهم البعض فما جزاء من يفعل ذلك إلا خزي في الحياة الدين وهذا لا شك إنه من أعظم الخزي ويوم القيامة ثم الأمر الشديد في يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وهذا هو الخزي العظيم إنه من تدخل النار فقد أخزيته عياذا بالله من النار ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب والله واعلموا أن أفعالكم هذه الله محصيها ومطلع عليها ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد إن ربك لب المرصاد ولهذا قال وما الله بغافل عما تعملون تهديد هو وعيد شديد لمن خالف أمره وهذا لا شك أنه عبرة وعظة في ذكر حال اليهود وهذا خطاب لليهود في ذلك كما أنه سبحانه وتعالى ذكرهم بسالف أقوامهم وما وقع منهم من نقل المعهود ومواثيق وأن القوم على الطريق ما شون نقضوا العهود نقضوا المواثيق قتل بعضهم بعضا هم على هذا الطريق ففيه تحذير لأمة الإسلام من طريقتهم لكن هذا داب اليهود إلى يومنا هذا في مكرهم وكيدهم ولهذا يحذر الله سبحانه وتعالى من طريقتهم وما هم عليه حتى تحذرهم أمة الإسلام ولها قال سبحانه وما الله بغافل عما تعملون والآيات فيها عبر ودلالات لمن تأملها نسأله سبحانه وتعالى جعلكم التدبرين المتأملين المتعذين بكتاب ربنا سبحانه وتعالى آمين صلى الله وسلم ومبارك عن نبينا محمد اشتركوا في القناة